فرقة المتش طبعا أكيد لأ كنت سعيدة بيه جدا مبارح وفرحانة جدا فرحة كبيرة كمان لأنهما كانوا عندهم إصرار ويمكن كنا بنقول الأهلي ما كانش فيه صورة مثالية بتاعته اللي متعودين عليها لكن مبارح هو أثبت لأ بكل جدارة ده حقيقي جدا الأهلي عاد مرة تانية بقوة كمان كبيرة جدا نتفق معادينا جدا مبارح كانت ليلة مفرحة لكل عشاء كرة القدم ديلها كروية وتاريخية لمصر وللنادي الأهلي الأهلي عملها وكسب العين الإماراتي بتلت أهداف مقابل لأشيء في بطولة الانتر كونتنينتل ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية يعني الأهلي دلوقتي أصبح بطل للتلت قرات بعد فوزه على بطل أسيا وكعدته دايما الأهلي فريق بطولات بيعرف إزاي يكسب وبيعرف إزاي يحسم الألقاب في الأوقات الصعبة والكبيرة ودايما بتلاقي الأهلي بيحسم اللقب لصالحه ودايما بتلاقي الأهلي موجود صحيح فريق العين فريق كبير ومليان أسماء لاعبين مهمين بأرقام فلكية بس الحمد لله ما حسناش بيه من بارح خالص وقدر النادي الأهلي أنه يحجمهم وأنه يفوز عليهم وأنه يحسم هذا اللقب لصالحه طبعا بنبارك للنادي الأهلي على الفوز الكبير والمستحق الأهلي دايما بيرفع راس الكرة المصرية وتوجه مصر ببطولة بنجهة عالمية من قلب استاد القاهران يا سلام على الأهلي بقى لما بيبقى في الفورمة وزي ما كان كده مبارح ما كانش مجرد بطل عادي ذا زي ما كانوا بيقولوا بطل نصف الأرض خد كأس الانتر كونتيننتل اللي بيضم أبطال من ثلاث قرات أفريقيا وأسيا وقيو نوسيا وفوز كمان عالمي رفع راسنا وشرفنا كلنا يعني الأهلي ممكن نقول أنه هو اختار يسيب بصمة عالمية في بطولة الانتر كونتيننتل وكأنها رسالة لكل الأندية احنا هنا علشان ننافس على كل بطولة احنا هنا علشان نفرح جمهورنا في أي مكان في العالم الأهلي كيان بيجمع ما بين التقاليد وما بين العراقة وده سر نجاحه انضباط والتزام من اللعيبة وأخذ بأسباب النجاح وإدارة قوية علشان كده دايما ربنا بيوفقهم الفوز ده خلى النادي الأهلي وصل لنصف النهائي علشان يواجه الفائز من باتشوكا المكسيكي أو بطل أمريكا الجنوبية بشكل عام والفائز منهم حيواجه ريال مدريد في النهائي طبعا بنتمنى للنادي الأهلي أنه هو يكون في النهائي وأنه هو يتوج بطل لكل الأندية في كل القرعة الجمهور هو كلمة السر دايما للنادي الأهلي هو الحضور الراقي والجميل والمشرف للجمهور الأهلي اللي كان موجود في المدرجات مبارح الجمهور قدم لوحة جميلة تشجيع وحماس وكأنهم بيقولوا للعيبة احنا دايما وراكم الحقيقة دعم الجمهور كان مؤثر والأهلي كمان بيأكد كل مرة أنه صائد البطولات في مصر وإفريقيا كمان في الساحة العالمية مبروك للأهلي وجماهيره ومبروك لمصر برة تانية بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر